طبعا الدوري السنادي سخونة ما بعدها سخونة وإثارة ما بعدها إثارة الطعم والشكل الحل هو وجود الزمالك والأهلي على المنافسة حتى الرمق الأخير الزمالك دلوقتي فارق أربع بونط عن نادي الأهلي لكن تقولي الدوري خلص أقول لحظتك لا لسه في ثلاث مباريات بتسع نقاط أيوة الأهلي ابتعد عن الدوري بطولة المفضلة الزمالك هو الأقرب الأقرب إلى حسم الدوري العام ولا يحتاج إلا إلى فوزين في مبارتيه القادمتين بغض النظر عن النادي الأهلي سبحان الله كان الكل بيقولك الزمالك والأهلي في حالة التساوف في عدد النقاط حنلجأ إلى اللقاءات المباشرة اللي كانت بتصب في صالح النادي الأهلي لكن تعادل مع النادي الإسماعيلي يلي تعادل مع نادي طلاعي الجيش جعل الزمالك الأكثر تركيزا وبقولها مرة تانية الأكثر تركيزا داخل الملعب الزمالك الصفات اللي كانت موجودة في النادي الأهلي انتقلت إلى نادي الزمالك عنده إصرار على الفوز لآخر دقيقة عاوز يلعب من أجل الفوز وليس أكثر وما عندهش بس الفوز وفاقت ما عندهش جعب حد تاني فبتلاقي إصرار غريب من الزمالك حتى وإن كان متأقل في النتيجة يحاول تعديلها ثم الفوز وبالتالي فريق الزمالك السنة دي بصراحة بيقدم كورة قدم ممتعة الأهلي بنعظر النادي الأهلي موسم شاك موسم طويل سواء كان بالمشاركات الإفريقية أو المشاركة في كأس العالم للأندية لعبت اللي كانت موجودة مع المنتخبات المختلفة منتخب أول ومنتخب أولمبي وبالتالي الموسمين التحموا مع بعض فكان إرهاق بدني عالي جدا 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 على لعبي النادي الأهلي وده برضو يخليني أسأل هل القائمين على الاتحاد المسل لكورة القدم أعدوا العدة للموسم الجديد وشكل المسابع الجديد احنا عندنا هيبقى تصفيات كأس عالم وعندنا تصفيات كأس أمم إفرقية ومشاركة في كأس الأمم الإفرقية إن شاء الله في حالة الصعود بإذن الله وعندنا بطولة عربية وعندنا بطولة كونفدرالية وبطولة دورة بيتة الأبطال وعندنا كأس عالم للأندية فعندنا مسابقات كتيرة جدا حضراتكم عملتوا حسابكم للتوقفات السنة الجاية واللي هنعمل برضو ضغط المباريات اللي احنا شفناها كله من نلعب مباراة أو كل ثلاثة يام بنلعب مباراة النادي الأهلي في بيانه اللي أصدره أول أمس أكد أنه لن يسمع أو لن يسمع بدغط المباريات كما كان هذا الموسم كان بيان صريح من النادي الأهلي وبالتالي نحن أمام صدام جديد هيبقى ما بين النادي الأهلي أيضا وما بين الاتحاد المصري لقرة القدم اللي أتمنى اللي هو يكون عمل حساباته على كل هذه الفعليات اللي هنشارك فيها على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية عشان ما تدرش بطبعا مسابقتنا المحلية الدول كلها مسابقتها الجديدة بدأت وإحنا للأسف الشديد لسه ما خلصناش البطولة بتاعتنا المحلية الدوري الإنجليزي بدأ الدوري الألماني بدأ الدوري السعودي بدأ كل الدوريات في العالم حدث ولا حرق كله بدأ جديد في جديد وإحنا لسه شغالين في المسابقة الحالية فمش هتكلم كتير لكن أكيد هيبقى في وقفة خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله طيب قلت لحضراتكم النادي الأهلي في بيانه قال لن أسمح بدغط المباراة مرة تانية ودي كان واحدة من ثلاث مطالب طالب بيها النادي الأهلي النقطة الأولى والنقطة التانية كانت تتعلق بالتحكيم المصري وأنا ليا كلمة هنا التحكيم في كل مكان له ما له وعليه ما عليه وأخطاء التحكيم هي واحدة من متعة كرة القدم كل الأندية استفادت من أخطاء التحكيم لها أمور كتيرة جديد نستفارت منها وأحيانا التحكيم جي عليها لكن المجمل المجمل إن تحكمنا المصري الموسم ده مستوى طيب حدش يقدرين كيره المجمل إن تحكمنا المصري الموسم ده في بطولة الدوري وفي بطولة الكاس ماشي كويس جدا الأهلي اللي طالب بي حكام أجانب في مباراة الكاس وفي مباراة السوبر هو اللي أصر على حكام مصريين في مباراة القمة مع الزمالك اللي فاز الأهلي في واحدة وتعادل في الأخر وبالتالي اللغة اللي أثير بعد اللعبة اللي كانت موجودة الأهلي في طلاع الجيش والحكام نفسهم وخبراء التحكيم انقسموا حول هذه اللعبة كابتل رضا البلتاجي مع الزميل هاني حتحوت قال إن الكرة هدف ودخلت وتخطط خط المرمى كابتل سمير محمود عثمان خرج هو الآخر وبتقنية 3D قال الكرة لم تتخطى خط المرمى وبالتالي فيه انقسام حول لعبة من اللعبات الأهلي شايف إنه هو ظلم حقه كإدارة وحقه كجهاز فني اللي هو يدافع عن حقه كاملا لكن لكن إحنا مش عاوزين يعني نهضم حق حكامنا وحق التحكيم المصري في لعبة حصلت فيه مباراة من المباراة لا المجمل على مدار الموسم التحكيم مش كويس جدا وبحيل كابتن وجهه أحمد بحيل إنه اشتغل في موسم أكثر من شاك من أصعب المواسم الراجل ومعالج نتو مش عاوز أنسى حد منهم كابتن فاهم عمر كابتن عيمان ديجيش العميد كابتن محمد فاروق كافت الموجودين داخل اللجنة وكان قبل كده كمان دكتور عزب حجاج الناس اشتغلوا في جو صعب جدا لأول مرة حكامنا اللي بيدوروا مباراة القمة بين الأهل والزمالك وخرجت في صورة مرضية للجميع محاجة تكلم فيها وبنشوف في كل الدوريات في العالم أجمع أخطاء تحكمية كبيرة جدا كبيرة جدا لو جينا نقصها ونقارنها بيه اللي حصل في الدور المصري لأ العملية مش صعبة فبيان النادي الأهل الأخير اللي هو قال اللي احنا بنطالب بحكام للسوفر والكاس والتحاد القرى رافض ذلك تماما برئاسة مهندس أحمد مجاهد الرجل اللي أنا حييته كثيرا جدا لما أصر على وجود الحكام المصريين في المرات القمة وقلت أحمد مجاهد أعاد للتحكيم المصري هبته ولازم أدي له حقه في حتة زي دي مهندس أحمد مجاهد أعاد للتحكيم المصري هبته مهندس أحمد مجاهد كان يبحث عن حقوق الحكام المالية والفنية وكل شيء ودي لازم أحيي عليها الدور الإيجابي أرفع للقباع سلبيات عند المهندس أحمد مجاهد أو اللجنة الثلاثية اللي بتدير لاتحاد المصري وكارة القادم لكن في حتة التحكيم بلاش نظلم حكامنا